اجباريا صدقت النية عسكريا باختيار خطة المواجهة المباشرة مع ميليشيات الحوثي التي فرضت واقع اخراج الشرعية من مأرب بمعارك موجهة صوب المدينة لقرابة احد عشر شهر ماضية وبرغم تأكل المناطق حول هذه المدينة الا ان ضراوة المعارك هي من تنبع عن صدق الطرفين ودخول المعركة خانة الاستنزاف الذي غير من واقع الجبهات اليمنية الكثير وفي مقابل هذا التحرك الحوثي ما يزال جانب الشرعية السياسي يتنقل من عاصمة اوروبية الى اخرى واكتفت رئاسة وزراء الشرعية بمحاولات غير مجدية لحل حالة الوضع الاقتصادي في عدن دونما وجود توجه سياسي حقيقي لانهاء دابر الهجوم المكثف الذي تقوم به الميليشيات على مأرب ضبابية في المواقف وضبابية في اتخاذها وعدم وجود نية حقيقية لمقاطعة كافة مساعي الجلوس مع الحوثيين على الطاولة بل ان بين الفينة والاخرى يستمع الشارع بسخرية من تصريحات التزام الشرعية بالمرجعيات الثلاث وتمسكها بقرار 22-16 في حال ان هذا القرار بات خارج اطار التنفيذ وبعيد المنال الا بمعجزة تخرق عادة التقدمات العسكرية وبعيدا عن مواقف الشرعية التي يصفها البعض باللهو غير المباح يضيق الخناق الدولي على ميليشيات الحوث الارهابية يوما بعد اخر بعد ان انكشفت اعمالهم للعالم كجماعة لا تسعى الى السلم المجتمعي ولن تحافظ على السلم الدولي ايضا ولكن ما يزال الموقف الدولي هو الاخر يراوح مكانه بحمالة التنديد والمداهنة دونما وجود تقدم واضح لكمح جماح مشاريع ايران في اليمن عبر الحوثيين الذين خسروا الى الان اكثر من 65% من قوتهم البشرية ضعف الشرعية بحسب ما يراه محللون هو من تسبب في تصريحات الدولية الجوفة فبدائل القوة على الارض تتأكل يوما بعد اخر برغم توفير مجلس الامن والامم المتحدة غطاء دوليا للشرعية بشكل غير مسبوق وغير محدود الامر الذي يتطلب بحسب سياسيين تحركا جادا وصادق لاحداث تغيير حقيقي في هيكل بناء المؤسسة السياسية للشرعية واصلاح بيتها من الداخل اما بمجالس عسكرية او رئاسية عاجلة ولن يكون ذلك الا بوجود وحدة صف حزبية هي التي من المفترضين ان تقود هذه العملية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر